عن هذه الصفقة وما يقال عنها أيضا هناك وأبرز التقارير حولها ينضم إلينا من القدس مرسل عربي أحمد الدراوشة تفضل أحمد جمال فقط أبدأ بهذا الخبر العاجل جيش الاحتلال الإسرائيلي والشباك يعلنان اغتيال أحمد اليعقوبي من ينسبان إليه مسؤولية تأمين وحراسة قيادات حركة حماس في قطاع غزة لاغتيال وقع في منطقة رفح هذا النهار ويدعي هذا البيان أنه جاء بناء على معلومات استخباراتية قدمتها شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال كما يدعي هذا البيان فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرة ترقب إسرائيلي لزيارة رئيس السي اي اي إلى القاهرة كما ذكرت جمال على اعتبار أن هذا الشخص كان مطلعا أولا على الورقة التي جرت سياغتها في باريس وهي الورقة التي تعتبر إطارية لهذه المفاوضات الجارية وثانيا من أجل مشاركته من قبل في عدة جلسات واجتماعات كانت تتعلق بصفقات تبادل الأسرة وينذر إليه على أنه الشخص الأكثر اطلاعا داخل الإدارة الأمريكية إلى الجهود الجارية من أجل صفقة تبادل الأسرة وينذر إلى زيارته إسرائيليا على أنها ستحرك ملف صفقة تبادل الأسرة حركة حماس قدمت ردها لإسرائيل إسرائيل ردت على هذا الرد بملاحظات شفهية ستعمل على صياغتها بحسب ما جاء على لسان صحفيين إسرائيليين مكتوبة خلال الأيام المقبلة من أجل تسليمها إلى الوساطة القطرية وإلى الوساطة المصرية إسرائيل تريد أن تقول أن ما تم التوصل إليه في باريس الورقة الإطارية هي المرجعية لهذه المفاوضات وبالتالي أخرجت كل شيء تعتقد إسرائيل أنه لا يندرج ضمن إطار باريس خارج دائرة المفاوضات نتحدث عن رفع الحصار عن قطاع غزة نتحدث أيضا عن الاحتلال الإسرائيلي واكتحاماته للمسجد الأقصى المبارك وعن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية على الأسرة للفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وأيضا عن ظروف اعتقال وسجن هؤلاء الأسرة وبالتالي إسرائيل تحاول القول لحركة حماس أنها لا تعترف بالمطارب التي تعتبر خارجه عن الإطار الذي تم التوصل إليه في باريس تركب إسرائيل واسع لهذه الزيارة وإلى ذلك الحين إسرائيل تهدد بعملية في منطقة رفح هذه التهديدات أثارت انتقادات داخلية من داخل الجيش الإسرائيلي لأن هذه التهديدات تأتي من المستوى السياسي الإسرائيلي وجيش الاحتلال يفضل الآن لانشغال بما يسميه أو ما يدعي أنها إنجازاته وتعميخة شمالي قطاع غزة وهذه التصريحات نظرا لأنها جاءت على شكل بيان من رئاسة الوزراء الإسرائيلية بالتالي أثارت موجة من الغضب في الولايات المتحدة وفي مصر بدأت تنعكس إسرائيليا حارت صمت كبير في إسرائيل بسبب يوم السبت بالطبيعة الحال الذي خرج منذ قليل لكن أيضا بسبب عدم الرغبة في صدام ولو أنه قد يكون كلامي مع الإدارة الأمريكية ومع مصر في هذه الفترة الحساسة كما ينظر إليها إسرائيليا جمال أحمد الدراوشة من القدس شكرا لك أحمد ترجمة نانسي قنقر